موسيقى تعال يقول بولا تعال ماشي ليجي يا صهرة بيتي يا صهرة اهلا اهلا يا ستة كل يا اختي مش تقول اني معاك يا ديو اه معايا ديو خش يا حربي فضل بيت بيتك بولا اكديك المعلم شوف المعلم حربي يشرب ايه مش هتاخر عليك من عنايا يا معلمة فضل موسيقى تشرب ايه يا سحر؟ هو انت اسمك صهرة؟ سعيدة باذن الله دم الخبيفة بيت ده بس من ذوقك ما قلت ليش تحب تشرب ايه؟ اي حاجة على بازجك يا امر انت بس كده من عنايا اوه موسيقى موسيقى اتفضل يا سحربي ده ايه يا بيت؟ فخ فخيلة هي حصلت؟ بس دو وقل لي ايه رأيك ها عجبك؟ الله شوف يا بيتك يا صهرة كل ما جيليك انا عايزك تفرفقيني انا حبي تفرفق علي اخي انا اه ها انت هتأمر يا سحربي ما تشوف الشغل جابتت بطاني ميالسة ولا ماضي؟ من عنايا يا معلمة تحب اعملك فنجان قهوة يروق دمك؟ مش عايزة اسم هاري شوف شغلك؟ امرك يا معلمة اوعى تكون البت تي سطى عيتك برغيات بس والله يا معلمة دمك خفيفة قوي عارف يا حربي أنا مبسوطة من نفسي أمي ربنا يبسوطت كمان وكمان أمعلم بس لما أخذ يعني أقدر أعرف ليه عشان نظرتي في الناس ما بتخيبش أنا من أول ما شوفتك حتى من قبل ما تخش السجن وأنا قلت الودة غير كل الرجالة اللي بيشتغلوا حوالي ربنا يجبر بخاطر يعني أقدر أقول كده أن أنا نولت الرضا أنا أحب الرجل المفتح ولا تحت أمرك يا معلمة في أي حاج فاكر لما قلت لك حيجي اليوم اللي جربك فيه وأنا مستني اليوم دي على النهار وهو جه تعالي عبر جانبي هنا عشان عايز أتكلم معك وأنا عندي أول يا معلمة وتحت الأمر والطلب فاكر الجارة رسوان اللي جملة حد المستودع عشان يتعدوا علي وهم دول يتنسوا لو لو قفيتك جانبي إنت وزين كان زمان بقى شاكلي وحش قوي وكان زمان هبتي في المنطقة كلها تهزت معاش ولا كان اللي يهز هبتك يا معلمة أنا الراجل ده ليه عنده فلوس كتير قوي يعني ليه عنده حق مش عايز يديني فلوسي وانبلطق وبيكابر وكمان بيهددني أنا بقى عايز أعلم عليه وأعلمه الأدب وأردله الضربة ألمين ثلاثة في دمارك ترتيب معين الحقيقة لأ أنا عايزك تصرف أنت بنعرفتك الموضوع موضوعك خلصوا بطريقتك سيب الحكاية دي على ربنا وعلي يا معلمة بس ديني بقولك عشان ما تقولش المعلمة ما قالت ليش رشوان ده مش سهل وهو واصل قوي وإيده طيلة ربنا قوينا عليها ولو احتاجت أيتها حاجة رجالة فلوس أي حاجة شاور وأنا أجبها لك رشة معلمة لم أخذها يعني مغيمة زعلي مني رجالتك دول مالهمش أي لازمة الحكاية ديها خلص أنا وزين بمعرفتنا في الدرق لكن أنا عايزه منك دلوقتي بس يعني الفلوس حق الخردة اللي جبتنا النهاردة واللي هجيبلك زيها كل يومين والتاني ايه مسك دول ايه دول يا معلمة الفين جنيه بس دول كتير قوي ما يكتروش عليك يا حربي وبعدين موضوع رشوان اللي أنا مدبساك فيه ده محتاج منك مصاريف كتير قولي بقى حتنفز إزاي وإمتى لا مش عالسخان كده يا معلمة أنا لازم في الأول أشمشم وأشوف كده رشوان ده سكك وإيه ونظام وإيه بعد كده خطط على مقلي وأقولك هينفز إزاي وفين هو ده كلام العقل عين العقل طيب سيبك أنا بقى معلمة عشان روح حسب الرجالة زمان هم قاعدين مستنين على نار لا تسيبني ايه يوعد احنا هنتغدى مع بعض عشان يبقاش وملح لما رجعلك حقك تلت ومتلت ساعتها بس حاجة تغدى وتعشى وافطر كمان مش هحسن بعض يا معلم إننا نستنى لغاية لما الوقت حقا بييجي بالمضة الوقت حربي يلاقيه مخنيس وهيرى في لم الدور نمازين عصب ومتهور وهيولحها ويبقى كده هم اللي ابتدوا مشيحنا روح الشيخ رو بنعمل بيتك أنا مش قلت الترابيزة دي تتشال من هنا اه كيمو تلاتة اشياء على مية بيدة من الحنفية بتاعتي الوقت حرب اتأخر كده ليه الغاية بحجيته معا اسيد الناس يخوفي نايا يعملها وياخد الفينيو سويكوت لا دقرم حرب ما اعملهاش معقولة يسرع عرق الرجالة ويهرب لا ليه لا اسيد الناس انت ناس يا أصله مش حرب ده برضو ابن بيعت الخضر اللي كانت بتسرح بفجل وبعدين ما تنساش يا معلم انه واد واد سجول طب يا مين بالله ده يعملها ويعمل ابوها كمان وعلى رأي المثل اللي تحسابه موسى يطلع فرعود لمك ركيبك عامل هيئة وهو محدش يجيب سلط المعلم حربي هوا مش موجود انا قلت انت مالك انت يا لب هو حدي دسلك على طرف باعد يا باركة وصيبك منهم انت مش شايف العمزين بيقولوا ايه وانا جده انت مش عايزين تعرفس باعد يا باركة وكبر مخك انا مخ ده اللي يكبره هو الواد باركة ده عنده مخ من اصله ده اللي يدور عليه اليوم شايلين مخه وحطين مكانه حبة البركة البركة ده اخلص من اكلاس كده هو باركة ما جاش معاك ليه يا زين ده اخلص من اكلاسة الناس لا بقى يا معلم الواد ده لازم يتوبط جرائع دورهم ليه هتعافى على الواد ولا ايه هتعافى على الواد وعلي تشدد الواد وعلى اي حد يعلي حسه في المنطقة دي كلها اه دي الحكاية جر شاكل بقى لا جر شاكل ولا حاجة يا زين باركة قليل الادب ولازم يتعلم ازاي يكلم اسياده خلي الموضول علينا احنا يا معلم انا هاقرف ربيه يا رب اللي اتشدد له اللي حاجة يا زين اللي هيلمس باركة هاخد عمره يبقى انت اللي صحيت الشيطان اللي جواها يا زين ولو صحي مش هيعرف ينام وابوا عليها يا رجالة استنى منك لو يا رجالة فيها معلمة بضاية هو ده اتفاقك مع معلمة انشراحة معلمة انشراح قالت ان انا متعداش على حد ودحقها انا معايل توي زي دا هزا الرجالة بتوعي معداش ابدا ما عليش يا معلم ابا ضاية مسحفين ما عنديش الاوبشن ده انت بتتلكك بقى ابا ضاية اسم المعلم ابا ضاية انا المعلم ابا ضاية وزين عينضربي عنا عينضربي وهم ينفعش يا رجالة افتح علينا المطوى في قلب المنطقة ونقف ستين ولا ايه اجدعان وريني يا ابا ضاية وريني هتعمل انت وشاية الجرابية اللي حقالك دول استنى يا زين استنى يا حربي ما انت سامع يا عم سيب اللي يقول يقول جريعس يا حربي هتنخ وتهر بربرة ولا ايه يا عم انا لها هنخ ولا ههر بربرة انا مش جاي اتخاني يا معلم ابا ضاية انا جاي حاسب الرجالة وادل كل واحد حسنته واتفق معهم على شغله بكرة كمان بس الظاهر بقى يا رجالة ان المعلم ابا ضاية مش عايز حد غيره يسترزق في المنطقة والظاهر كمان ان انتم مفقين على الكلام ده خلاص احنا مش عايزين نولعها احنا هنسيبها له مخدرة ونمشي من المنطقة دي خالص اما انتم بقى فربنا يكون في عمكم وربنا على المفتري وقطعين الارزاق عم رزا امسك عم رزا انا عايزك تحاسب الرجالة دي كلها وتكرمهم اخر كرم وتديهم الطاطقين كمان عليش يا رجالة كان بودة اخدمكم وكرمكم لكن اعمل ايه بقى ربنا على المفتري او مباركة يلا بينا ازينا خلفيني يا حربي البلد دي حسن من غري هتروح فيني قبل انا امشي با